منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستكون من أهم أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات المقبلة وتترجم واشنطن هذا من خلال تحالفات وتكتلات مع الدول هذه المنطقة أحدث صور ذلك هو تكتل كواد الذي يضم إلى الجانب الولايات المتحدة كل من اليابان واستراليا والهند وعقب قمة عقدت في البيت الأبيض تعهد قادة التكتل بجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة هذا يوم مهم حيث جددنا الشركة التي تجمعنا على أساس المصالح المشتركة والتحديات المشتركة وكذلك من خلال إيجاد الفرص التي توفرها تلك التحديات لمواجهة احتياجات شعوبنا والاستمرار في تحالفاتنا وصداقاتنا حول العالم كانت قمة مفيدة للغاية في أعدى التأكيد التزامنا برؤيتنا المشتركة من أجل منطقة المحيط الهادئ التي نريدها حرة ومفتوحة كما شدد قادة كواد على دعمهم لحكم القانون وحرية الملاحة والطيران أستراليا واحدة من أكثر دول العالم تعددا للثقافات وتواجه تحديات عدة سواء كان الأمر يتعلق بقضايا الأمن السيبراني وقضايا الدفاع والأمن الأخرى بالطبع هذه الشراكة التي أعلننا عنها وغيرها أمر جيد بالنسبة لنا ويؤكد على تحالفنا القوي واتخذ زعماء التكتل خطوات لتوسيع انتشار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء العالم ورغم عدم ذكر الصين صراحة في البيان الختامي إلا أنها كانت في صدارة أولويات الاجتماع بدورها نددت الخارجية الصينية بتكتل كواد واعتبرته محاولة لاستهداف الدول الأخرى في المنطقة مؤكدة أن نتيجته الفشل ويبدو أن بكين تستشعر أنها المقصودة من خلال هذه التحركات التي تقودها واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خاصة أن قمة كواد تأتي بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن اتفاقية أوكوس الأمنية التي ستسمح في تزويد استراليا بغواصات نووية وهي الخطوة التي نددت بها بكين أيضا ترجمة نانسي قنقر